السلام عليكم خروج الأفعى وجدنا أثر أفعى سوف نحوس عليها ونجدوها في مكاننا مكان شطي وبعيد على الحضارة لكن هناك أشجار النخيل أصفير وفئران وهذه البيئة جدا ممتازة للأفائي للتربص ما شاء الله هذا واضح أنه أفعى ذات القرون والنواء الكبير هذا الأثر نحن نتبعه وهي قريبة والأثر جديد سنتوقع الحضار للسلامة أعتقد راهي قريبة يسر سنقوم بتسريع الفيديو حتى نلقاها أني خاف نافسة عنها وراه في خرجة مسوبات يعني جعانة جدا وفي الأم الخطر سنبحثنا جيدا سنقوم بتسريع الفيديو وأخير سنقوم بتسريع الفيديو مزر لنبدأ وقد وجدتها وهي نائمة أمامي مباشرة هي تتربس الآن بالطرائد هذا القرون هذه طريقة تفعلها للاختباء ولصيد الطرائد بالطهي أنا أقول أني لن أزعجها سأتركها لأنها في البيئة الأساسية لها وبعيدة عن البشر يعني نحن من تدخل وقت أين مكانها سأتركها في حالها لو أني أردت أن أريكم حجمها لأنها من الحجم الكبير لكن أدب إزعجها أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر